قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار هذه أهم عنوين أخبار اليوم لأول مرة وبعد عدة سنوات المغرب الحكيم يكشف السبب الحقيقي لمغادرة ريال مدريد قرار مرعب من مدرب منتخب كرواتيا قبل مواجهة المغرب في كأس العالم الإعلام الفرنسي يكشف حقيقة قدرة اللاعب بوفال على المشاركة مع المغرب في كأس العالم والآن إلى التفاصيل لكن من قبل لا تنساش درجام الفيديو تشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش توصلك انتلول آخر الأخبار كشف الدولي المغربي وأشرف حكيم لاعب فارق باريسان جرمان عن سبب مغادرته لفارق ريال مدريد مؤكدا أن اللاعب مع ريال مدريد في سن صغير يبقى أمرا صعبا وقال في تصريحات نقلت صحيفة ماركال اسبانية بالنسبة لفشلي في ريال مدريد فالأمر لا يتعلق بأنني كنت أفتقد شيئا ولكن الأمر ذو صيلت بأنني حينما أكون صغيرا في أفضل فارق في العالم فإنه ليس من السهل أن ألعب كان علي أن أتخذ القرار وحينما تكون صغيرا فأنت تريد أن تستمتع بكرة القدم هناك استمتعت بطريقة مختلفة ولكنني أردت القيام بذلك على أرض الملعب وأعتقد أن الأمور لم تسر بصورة خاطئة ويشار إلى أن حكيمي يعد منتوجا خالصا لريال مدريد ولعب للفريق الأول في ثلاث مواسم خاد خلالها سبعة عشر مبارات وتوج بدور أبطال أوروبا وكأس العلام للأندية قبل الانتقال إلى بورسيا دورتموند وبعده انتر ميلان الإيطالي وأخيرا باريسان جرمان الفرنسي رفض دازلات كودالتش مدريب المنتخب الكرواتي المغامرة بمجموعتنا من نجومه في المباراة الودية أمام المنتخب السعودي والتي تجرى صباح غادة الأربعاء وذلك تحسبا لمواجهة المغرب وقال دالتش في تصريحات صحفية أن مواجهة المنتخب المغربي تعتبر مفتاح التأهل إلى الدور الثاني لمنافسات كأس العلم مشيرا إلى أنه لن يدفع بالعامد لوكا مودريتش في ودية السعودية إلى جانب نجوم آخرين خوفا من تعرضهم للإرهاق أو الإصابات وأضاف مدريب منتخب كرواتي أن مودريتش شارك يوم الأربعاء الماضي في مباراة لفارقه ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني وأنه يحتاج إلى التقاط أنفاسه قبل مواجهة المغرب يوم الأربعاء الثالث والعشرين من الشهر الجاري وأكد مدريب المنتخب الكرواتي أنه لا يرغب في الخسارة أمام السعودية في ودية يوم غد مبرزا أنه حارس على دخول منافسات كأس العالم بمعنويات مرتفعة خاصة أن منتخبه بلغ نهاء مونديال 2018 في روسيا وعن مواجهة أصد الأطلس في المونديال أوضح دالتش أن المباراة الأولى دائما ما تكون صعبة ووصف المنتخب المغربي بالقوي وقال سأعتمد على أفضل تشكيلة ممكنة لتحقيق الانتصار على المغرب كشف الإعلامي الفرنسي سانتيهون أن الدول المغربي سوفيان بوفالا لعب أنجل فرنسي قادر على المشاركة في مغندها لقطر القادم وأفاد الإعلامي الفرنسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أفاد بأن بوفالا سيكون بإمكانه المشاركة في كأس العالم حيث سيسافر للالتحاق بالبعثة بمدينة الدوحة القطرية وكان بوفالا قد غاب عن لائحة فارقه لمواجهة ليلة برسم الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي وذلك بعد إحساسه بآلامنا في الساق اليمنى ووصل المنتخب المغربي مساء يوم الاثنين إلى الدوحة القطرية استعدادا لنهائية مونديا لقطر ببعثة تضم سبعة لعبين فيما سيلتحق بقي اللعبين يوم الثلاثاء بعد نهاية مشاركتهم مع فرقهم في البطولات التي يلعبون لها وسيتوجه الفريق المغربي للإمارات لإجراء مقابلة ودية يوم السابع عشر من الشهر الجاري بالشارقة ضد منتخب جورجيا ثم يعودون بعد ذلك إلى الدوحة لاستكمال التحضيرات للمواجهات الرسمية كشف ليون الميسي قائد منتخب الأرجنتين عن أبرز المنتخبات المرشحة للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر والتي ستشكل خطرا على فريقه في البطولة ويحظى ليون الميسي بدعم جماهيرين وإعلامين غير مسبوق قبل مونديال قطر وهناك فئة كبيرة من عشاق كرة القدم يتمنون فوزه باللقب رفقة منتخب الأرجنتين لكي ينهي مسيرته الدولية بأفضل طريقة ممكنة وأثنى ليون الميسي على ثلاث منتخبات على وجه الخصوص عندما تم سؤاله عن أبرز المنافسين في مونديال قطر وهذه المنتخبات هي فرنسا والبرازيل وإسبانيا وقال ميسي في تصريحات نقلت صحيفة موندو دي بورتيفو الكتالونية فرنسا مخيفة بسبب لعبها ومدربها البرازيل أيضا لديها لعبون ذو كفاءة عالية جدا ولديهم نايمار ورغم أن ميسي لم يدرج منتخب إسبانيا في قائمة المرشحين لكنه أشاد به كثيرا وقال إنه فارق شاب للغاية لكنه يعرف كيف يلعب ويجعلك تركض خلف الكرة ويلعب بنفس الطريقة في كل مباراة بغض النظر عن المنافس إنه فارق شاب لكن بأفكار واضحة جدا وعن منتخب بلاده الأرجنتين قال ميسي لدينا لعبون جيدون للغاية ووصلنا إلى البطولة بوضع جيد وكان حظنا سيئا بإصابة لوسيسلو لكن هناك بدلاء واخرين علينا أولا التفكير في الفوز بالمباراة الأولى ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار كشف رودريغو مهاجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل عن المنتخب الذي يتمنى عدم مواجهته في بطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر بعد خمسة أيام فقط وحصل رودريغو على دعوتنا من المدرب تيتاي لتمثيل منتخب البرازيل في مونديال قطر بفضل الأداء الرائع الذي قدمه مع ريال مدريد في الموسم الماضي والأشهر الأولى من الموسم الحالي وأثنى مهاجم ريال مدريد على طريقة لعب منتخب إسبانيا وأوضح أنه واحد من أصعب المنتخبات التي يمكن مواجهتها في كأس العالم وذلك بسبب اعتماده على الاستحواد والسيطرة على الملعب وقال رودريغو في مقابلة نشرت صحيفة ماركال إسبانيا منتخب إسبانيا يلعب بشكل جيد جدا بسبب أسلوبهما المميز إنه أحد الفرق التي تقدم أداء جيدا دائما ما يتمتع منتخب إسبانيا بقدر كبير من الاستحواد على الكرة وأرى أنه فريق خطير للغاية وإذا كان الأمر بيدي لا أفضل مواجهتهما في كأس العالم ويشار إلى أن رودريغو من اللاعبين الذين يعتمدوا عليهم ريال مدريد في مستقبله وذلك في إطار سياسة الرئيس فلورينتين بيريز الجديدة بالتعاقد مع النجوم الشباب حيث تعاقد مع كلنا من بنيسي جونيور وشاوميني وكامافينجا وذلك السيدة دانا لبدء حقبة جديدة من تاريخ الفريق الملكي بعد رحيل نجوم كبار مثل رونالدو واقتراب نهاية مودريدش وكروس والمهاجم الفرنسي كارين بنزيمة ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار